طبط الوقت اللي هقول لها بس انا كد شوية حاجة كده بكففضة انا مقال فيها مش انها كان قوية بس هنجد شوية بيركز معي وفي الاخر عايز اعرف يعني اه رسالتي وصل كبلا انا عايز اوصل رسالة معي عايز اعرف الاخر ببتي حاجتين عايز اوصل هابق اسألكم الاخر من حاجتين جوجانا هي اسمها محكمة شارعنا نزلت الصبح في الشارع ورجعت نزلت تاني بالليل في الصبح كان شارعنا نظيف كله نشاط وحيوية الشارع كان واسع وفيه ناس رايحة وناس جاية في الركن هناك هناك بعيد كان فيه شحات بعربية واقف يدور في السلدات على حاجة فيها تكون منبية انا كنت حاسس بالندم وعلى الورود اطارات المية والامتعاش ملع روحي وروحي طارت في المكان الصبح ده اجمل هديدة بالليل؟ بالليل الشارع تغير في كل مكان يمين وشمال بكيت على شدة الإحبال ده الشارع خلاص بينا ومفيش مكان لخطوينا هي اللي ضعفة خسارة فينا وقف تطرخ في كل الناس ورق أذاب وكمان كياس مفيش دم ومفيش إحساس حرام عليكم كفاءة خلاص بصوني كإني بشتمهم وكلامي كله عزبهم مش علشان حاسين بالذن ده شايفيني اني بظلمهم مسكوا في الشحات الناس هو ده لازم يمتاس ده الجامي ما عندوش إحساس قلت نلطيتكم للأساس لو كل واحد قداله لقمة ما كانش دور في الكياس بص شدوه من رقم وجابوه ده لازم يتحكم هدهوب ومش فاهم ليه بيتربوه يا ناس يا عالم يهود ده ما عملش حاجة سيبوه مش لما لعرف حكمه ايه كل الناس شورت عليه وقالولي العيد ده كله فيه قلولنا بقى نعمله ايه قلتنهم يعني خلاص هو اللي عمل اللي هيصة دي كلها ده لو واقف هنا بالصبح ما كانش قد يعمل زيها واحنا واقفين بنتناقش عد واحد ربها لابس بدلة ومن عربيته في الشارع جمي حطها بيني وبينها متر واحد سجارة جت في وقتها ساد الصمت علي المكان عرفوا انهم ظلم الغلبان قال لنا امشي يا جدعان ولا عايزيني في حاجة كمان قال لنا امشي يا جدعان ولا عايزيني في حاجة كمان محدش قدر يرد علي ماهم شوية كانش طامر انا لوم كان كنت اخدت على كل دربة جنيه لكن ممكنتم مش عارف ان اللي حصم ده له حق فيه المسكين كانتان مش عارف يعمل ايه بس اللي خلاني استغرب انه لا بكه ولا تقلم ولا فتح بقه وتكلم الظاهر انه متعود ومتعلم ما يظهرش حضن واساك ولا جلح اللي بينزف مش عارف فيه دواك ولا يلطش هيقول اه بعد لحظ السكون طويلة واحد منهم اخيرا نطأ انا شركت مرة بصراحة بس دي مرة مش هتفرق مش بتأثر على السياحة فمعليش هد نفسك وعديها بسماحة اقعد تضحك وبسطله طب انت حاسس بالراحة طب انت حاسس بالراحة انتهت المحكمة باستقناف ده اقالي وانت ضرط وكل يوم عن اللي قبله ما فيش اي اختلاق خلص طب ايه بعد حكتينك تعاني توصله اول حاجة طب انت ضفت الشرق اول حاجة طب انت ضفت الشرق انت ضفت شوارع انا يقول ما جاتش علي انا طب اه ممكن ان لو كل واحد اكده مش هنوصل لحاجة لو كل واحد بقى رمى ومسلا صحك وكباش معاه انت بتمي في باسكت ده نباني على الارض حيعمل زيك فلو كل واحد عمل عليه ان شاء الله هنوصل نتيجة سليما الحاجة التانية ان احنا كل ما نلاقي حاجة على الارض ومسلا وكده بنامي دايما ان التهم على الناس اللي هي بتمشي التبير الناس دي اصلا بتطلع عليها عيديا ومترجع كل حاجة يعني المعرش مجمع بس يعني مش هم اللي خلاص عمليه كل ده بالدليل اللي هو الراجل اللي هو معاه فلوس وراكب عربية يعني مش هم كانش يستقصر حاجة لو كانوا بس زيكا دي كالطفوية احطها في الباسكت فده دبيل عن احنا كلنا مش هالك في الموضوع ده بس دي محبتي اللي عايز وصاهم الشارع والناس اللي الغريبين بس شكرا